طلاب الثالث الأبطال اليونت الرابع بكل المراحل الدراسية هو يونت المراجعة راح نراجع به الوحدات الثلاثة الأولى بس بهذا اليونت راح تكون عندي قطعتين استيعابية هي قطعة إبراهيم وقطعة اللابوردز اللي هي الفهود مثل ما تعلمنا لازم نحفظ المفردات المهمة لهذا اليونت على مودة نسيطر على اليونت المفردة الأولى likes reading احنا اخذنا like والdislike تعبير الرغبة وعدم الرغبة likes reading بمعنى محب للقراءة المفردة الثانية interested in animals interested بمعنى مهتم في الحيوانات interested in animals المفردة الثالثة village village هي عكس city اللي هي المدينة village يعني قرية village الفضواراية صحيح village الكلمة البعدها university university يعني جامعة المفردة الخامسة zoologist zoologist الزو اللي هي حديقة الحيوانات وlogist بمعنى عالم zoologist اللي هو عالم حيوان والمفردة الأخيرة هي job in an oil job in an oil وظيفة في النفط استفادين من هاي استاذ شنو نستفاد من هذي المفردات شوف حبيبي هذي المفردات هي تمهد لك لقصة ابراهيم's life story قصة حياة ابراهيم راح تكون قطع استيعابية عليها اسئلة true force بالاكتيفيتي بوك راح نقراها ونشوف الترجمة الحرفية مالتها هنا ابراهيم lived in a small village بمعنى يعيش او عاش ابراهيم في قرية صغيرة in the south of Iraq south احنا خلنا بالانشاء ما الفاكت فايل south بمعنى جنوب فكان يعيش بقرية صغيرة بجنوب العراق يعني مثلا بالبصرة او بميسان يعني محافظات جنوبية when he was a child عندما كان طفلا he loved the sea أحب البحر and he often went fishing with his father وغالبا كان يذهب للصيد ويأبو from an early age يعني منذ كان صغيرا يعني منذ صغيره he was interested in animals كان مهتم شنوه بالحيوانات هذه المفردة اللي اخذناها interested in animals مهتم بالحيوانات he was forever asking a question كان دائما يلح على أبو شايف هذا الجاهل البس ينق فهو إبراهيم هينش كان ينقنق يعني بس يسأل أبو a question about animals يسأل أبو اسئلة عن الحيوانات مثل شنو يقول ليش الذبان عندها أجنحة why do flies have wings ليش السمت يعيش بالبحار why do fish live in the sea his father had goats and chicken وأبو كان عنده ال goats اللي هو الماعز and chickens the judge and Abraham like to look after them look after مو معناته ينظر إلى look after يعني كان يعتني بهذه الحيوانات he talked to them كان يسؤلف وياهم من هو صغير يعني كان يحب الحيوانات ويسؤلف وياهم بعده رح نشوف أنه هذا شون انعكس على مستقبله as if they were friends كأنه أصدقاء يسؤلف وياهم ويحجوا وياهم ويسميه مسامي وأخوانا ذول شنو يتثمرون عليه his brother used to laugh at him أخوانا دائما يضحكون عليه زينا هذا هو صار عمره ست سنين ولازم يروح للمدرسة صف أول ابتدائي when he went to school Abraham learned to read quickly أول مرة المدرسة أتعلم القراءة بسرعة he liked reading كان محب للقراءة and he was always asking his father for books كان دائما يقول لأبو بابا ريد كتب جيب لي كتب خوان مثل هذول الجهل أسه كل يريد iPhone ويريد iPod هذا كان يدور الكتب he didn't like television أنيال لهذا الأبو ما كان يحب التلفزيون so he spent a lot of time reading وكان يقضي وقته بالقراءة he learned that there were lots of different animals in other countries اتعلم أن هناك الكثير من الحيوانات المختلفة في بلدان أخرى يعني مو بس الدجاج والماعز أكو حيوانات أخرى في بلدان أخرى in 1990 هذا التاريخ الطلاب اللي هو أخذناه بالقطعة مالهوار بال1990 ابراهيم's father got a new job حصل على وظيفة جديدة with Iraq Petroleum وهي شركة نفطية and the family moved to Baghdad وانتقلوا من الجنوب سكنوا بالعاصمة البغداد طبعا لما واحد يجي من مكان من محافظة لمحافظة ما رح يقدر يتأقلم بسرعة فهذا إبراهيم life was very different in the city الحياة كانت مختلفة بالمدينة at first إبراهيم didn't like it بالبداية إبراهيم ما حب يعني اسلوب الحياة مالتهم والضجيج يعني المصانع والهذا but after a few months بعد عدة أشهر he found that there was a lot to do اكتشف أنه أكو هواية أشياء يقدر يسويها فتاة ذو عمر 16 years old هذا العمر طلاب مهم جدا لما رح يجيني يقول لي إبراهيم was 17 years old كان عمره 17 سنة لما انتقل إلى بغداد رح أقول له false هذه 16 سنة الطلاب عنده قطعة لوسي how old is Lucy 16 years old how old is إبراهيم when moved to بغداد 16 years old one day at the mall he met a french boy بيوم من الأيام هو كان يفتر بالمول والتقى بولد فرنسي french boy شي اسمه هذا الولد perry شي اسمه perry أو كي أو pier ما عرف شون يلفوط إبراهيم one day at the mall بيوم من الأيام وبراهيم كان يتجول بالمول he met التقى a french boy ولد فرنسي called Pierre شي اسمه هذا الولد Pierre رح نشوف إبراهيم شي تعلم من هذا صديقة Pierre Pierre إبراهيم learned to speak some french شي تعلم أنه يتكلم اللغة الفرنسية with him he also learned about France وتعلم عن فرنسا the boys used to talk about what they wanted to do when they left school دائما كانوا يتحدثون شي ريدون يصيرون لما يتخرجون من المدرسة one day إبراهيم said I think I'll be a zoologist قلنا شنوى zoologist يعني عالم حيوان قال لأ أنا يريد أصير zoologist عالم حيوان then I can study animals in different countries على موضي يدرس الحيوانات في البلدان المختلفة الباريغراف الأخير when Ibrahim left school لما تخرج من المدرسة he studied zoology the zoology الزولوجي اللي هو علم الحيوان at Cairo University في جامعة القاهرة now he is a well-known zoologist والآن أصبح شنوى عالم حيوان مشهور he works in France يعمل في فرنسا and he is writing a book about animals in Africa انتبه هنا هو ده يكتب الكتاب متى وين بأفريقيا لأنه رح يجيني على شكل true force يقول لك كتب الكتاب متى بالجامعة جواب رح يكون false صفحة 59 بكتاب النشاط عن ابراهيم true false ابراهيم wasn't هنا مادام نوت يقول ابراهيم was not interested in animals until he went to school لم يهتم بالحيوانات حتى دخوله إلى المدرسة أكيد جواب رح يكون false لأنه هو كان مهتم بالحيوانات since he was a boy منذ كان child طفلا he found out اكتشف about animals from television اكتشف الحيوانات من خلال التلفاز false قلنا هو كان يحب الكتب واكتشف عن الحيوانات خلال الكتب number c he moved to bagdad when he was 17 لمن كان عمره 17 انتقله إلى بغداد جواب رح يكون false when he was 16 Pierre هذا صديقة اسمه Pierre helped ابراهيم to learn french علما انتقله من الفرنسية جواب رح يكون true ابراهيم wrote a book at university كتب الكتاب مات بالجامعة اكيد جواب رح يكون false لأنه هو كتب الكتاب مات in africa اشتركوا في القناة